بايثون أصبحت اليوم واحدة من أكثر اللغات استخداماً وشعبية في العالم لكن هذا كان له ثمن باهظ وهو انتشار واحدة من أسوأ الشائعات التي يمكن إلساقها بأي لغة برمجة على الإطلاق مسألة البطء فهل لغة بايثون بطيئة فعلاً؟ أم يمكنها التغلب على الـ C++ والـ C Sharp والجافا سكريبت في مسألة السرعة والعداء؟ الجواب قد يفاجئك مرحباً معكم رحال من مجتمع بايثون العربي في هذه الحلقة سنضع أربع لغات برمجة في مضمار الصباق بايثون، C++، C Sharp والجافا سكريبت سنشارك معكم التجربة والنتيجة وسنكشف لكم ذلك السر الصغير الذي يجعل بايثون أسرع بألف مرة لا تنسوا الاشتراك وتفعيل الجرس أهلاً بكم في مختبرات مجتمع بايثون العربي قبل بداية التجربة سنتكلم بإيجاز عن خصائصها أولاً، الجهاز المستخدم حاسوب بمعالج Intel Core i7 ثانياً، بيئة التطوير Visual Studio Code ثالثاً، الخوارزمية المستخدمة في الكود هي خوارزمية بسيطة لتوليد الأعداد الأولية وتعقيدها الحسابي هو O الجدر التربيعي لـ N كما هو معروف في الرياضيات فالعدد الأولي هو كل عدد طبيعي أكبر من واحد ولا يقبل الكسمة إلا على نفسه وعلى واحد فقط رابعاً، المعيار الذي سنستخدمه هو مدة التنفيذ وهي المدة التي سيأخذها البرنامج لإيجاد كل الأعداد الأولية الموجودة بين صفر والعدد عشرة ملايين كانت هذه كل عناصر التجربة سنبدأ الآن مع لغة بايثون وسنشرح لكم الكودة بإيجاز نقوم بتعريف دالة إيز برايم لتوليد الأعداد الأولية وبداية لدينا حالتين لاستثنائهما من الحساب الأولى نستثني العدد إثنان ونرجع True لأنه العدد الأولي الوحيد الزوجي ضمن الأعداد الأولية الثانية نستثني كل عدد أصغر من أو يساوي واحد وكل عدد يقبل القسمة على إثنان نرجعه False لأن هذه كلها أعداد غير أولية بعد ذلك نفتح هذه الحلقة التي تبدأ من العدد ثلاثة وتنتهي بالعدد الذي سيدخله المستخدم حيث أنها ستختبر قسمة العدد المدخل على كل أعداد المجال Orange وترجع لنا False إذا كان باقي القسمة أكبر من صفر وإلا فإنها سترجع لنا True نقوم بإنشاء دالة ثانية تأخذ المتغير N وتمرره للدالة السابقة على شكل حلقة لطباعة True أو False حسب حالة الأعداد هل هي أولية أم لا أخيرا سنقوم باختيار العدد الذي نريد وبعد تنفيذ البرنامج سيطبع لنا الأعداد وحالتها هذا هو الكود ببساطة وهذه هي الخوارزمية إلا أننا سنقوم بإضافة بعض التحسينات لخفض تعقيده الحسابي إلى O جدر تربيعي N إذا كنت لا تعرف أي شيء عن التعقيد الحسابي أو البيك أو أنصحك بمتابعة سلسلتنا عن الخوارزميات إذن سنجعل الحلقة في الدالة الأولى تقوم بتحويل المدخلات المستخدم إلى جدرها التربيعي ونحول الستيبس إلى إثنان لنتخلص من عمليات القسمة التي نحتاج إليها وسنقوم بحذف كود الطباعة وتغيير N إلى عشرة ملايين ثم إضافة كونتر لحساب وقت تنفيذ الكود وأخيرا تنفيذ إذن بايثون أخذ ثمانية ثانية سننتقل إلى اللغة التالية وهي لغة C++ نكتب نفس الخوارزمية تماما خوارزمية الأعداد الأولية وللإشارة فقط فإن الكمبايلر المستخدم هو النسخة الثامنة من min-ww-64-g++ بعد تنفيذ الكود لاحظنا أنه استغرق ثلاثة ثواني فقط إذن C++ في أعلى التطيب الآن اللغة الثالثة كما ترى هي الجافا سكريبت واستخدمنا نفس الخوارزمية مع النسخة 14 من node.js سنقوم بالتنفيذ رائع الجافا سكريبت أخذت خمسة ثواني فقط وبهذا أصبحت ترتيب بالشكل التالي الآن سنجرب لغة الـ C Sharp وإصدار الـ .NET المستخدم هو النسخة الخامسة نقوم بالتنفيذ إذن الـ C Sharp استغرقت تقريبا أربعة ثواني ونصف وبهذا أصبحت ترتيب بالشكل التالي C++ ثلاثة ثواني C Sharp أربعة ثواني ونصف GS خمس ثواني Python ثمانين ثاني لقد حدث ما كنا نتوقع بالضبط Python هي الأبطأ من بين هذه اللغات وذلك يرجع لسببين الأول كونها لغة مفسرة ديناميكية التحديد الثاني بسبب قفل المترجم الشامل جيل الموجود في C Python والذي لا يسمح بتنفيذ الحوسبة بالتوازي إذن هل هذا البطء واقع لا بد منه؟ طبعا لا فلغة Python تم تصميمها أيضا لتكون لغة شديدة المرونة الآن سنستخدم أحد الحلول القوية والتي تجعل Python فائقة الأداء والسرعة وهو مكتبة نامبا نامبا تترجم الكود الخاصة بPython إلى لغة الآلة العالية الأداء بالاعتماد على محول LLVM واستخدامها سهل جدا ولا يحتاج إلى خبرة فكل ما سنفعله هو إضافة تعديل بسيط لكود Python السابق أولا سنقوم بتثبيت مكتبة نامبا نقوم باستيراد الوظيفتين جيت وبرانج نضيف هذه الدكتيتورز قبل الدوال فاستمات لتسريع العمليات الحسابية ولا ننسى أيضا وضع ترو أمام خيار الكاش نقوم بنسخ هذا السطر ولسقه أعلى الآلة الثانية مع إضافة خيار جديد وهو وظيفته هو تقسيم المهام على أنوية المعالج ثم تنفيذها بشكل متوازي في نفس الوقت طبعا لن يعمل إن لم تقم باستخدام برانج بدل رانج كل شيء تمام سنقوم بتنفيذ الكود واو تم تنفيذ الكود في أقل من ثانية ونصف ليصبح الترتيب كالتالي بايثون ونامبا ثانية ونصف سي بلاس بلاس ثلاثة ثواني سي شارب أربع ثواني ونصف جي اس جاباسكريب خمس ثواني وبايثون وحدها ثمانون ثانية مع نامبا بايثون انتقلت إلى مقدمة الترتيب متفوقة على كل اللغات المنافسة في التجربة لدرجة أنها أصبحت أسرعة من السي بلاس 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 بحوالي ثلاث أضعاف هل رأيت كيف قمنا بحل المشكلة بإضافة تعديل بسيط للكود؟ بقي لنا سؤال واحد وهو كيف نتعلم استخدام نامبا أخبر المتنمري سي بلاس بلاس أن يغرب عن وجهك هذا عنوان محاضرة تعليمية في غاية الروعة ألقاها عالم البيانات جيل فوريست في مؤتمر الحوسبة العلمية سنة 2017 وأرى أنها أفضل مصدر لتعلم هذه المكتبة للأسف لم أجد أي محتوى عربي يشرحها ولمن أراد أن يتابع القراءة حول الحوسبة العالية الأداء في بايثون فأنصحه بشدة بسلسلة المقالات speed up your algorithms للإشارة فقط فإن نامبا ليست مترجم كومبايلر كامل مثل سايتون بالتالي فإنها مخصصة لأغراض الحوسبة الرياضية والعلمية لا للاستخدامات العامة أخيرا سؤالي لك هو هل تستخدم إحدى لغات البرمجة التي ذكرناها في هذه التجربة وهل واجهتك مشكلة البطء أو لا إذا أعجبتكم الحلقة أخبرونا عبر التعليقات ولا تنسوا تسجيل الإعجاب وتفعيل الجرس كي نقوم بالمزيد من الحلقات المشابهة وللأمانة فإن فكرة هذه التجربة تم اقتباسها من ستانيسلوف بيتروف V سأترك لكم الـ GitHub والأكواد في الوصف كان معكم رحال من مجتمع بايثون العربي قبل أن أودعكم أحب أن أذكركم بذعمنا عبر مشاركة المقطع مع أصدقائكم ومتابعتنا على وسائل التواصل اشتركوا في القناة شكرا لكم